ده محتوى حلقة النهاردة اللي في بدايتها عايزين نطمن حضراتكو على كابتن محمود الخطيب كابتن الخطيب كان راح رحلة علاج خاطفة للدكتور المعالج ليه في ألمانيا انتقل منها إلى النمسا لمتابعة معسكر الفريق ومساندة اللعيبة ودعم الفريق لكنه أصيب بوعكة صحية اتكررت خلال المعسكر دخل أحد المستشفيات في فيينا نصحوا الأطباء في المستشفى بمعاودة الطبيب المعالج له في فرنسا وبالتالي انتقل إلى فرنسا لمراجعة الطبيب المعالج والبرتوكول العلاجي اللي ماشي عليه من فترة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لضغط زهني كبير في الفترة اللي فاتت وحالة إعياء زهني خلته محتاج يعاود الدكتور في فرنسا ألف ألف سلامة يا كابتن الوصف ده محتاج توضيح وربما معرفش الكابتن الخطيب حيبقى مبسوط من الحكاية دي ولا لا لكن عشان الناس ما تخداش في السكة والتعارف كابتن الخطيب زمان كان هناك ظهور بعض المناطق والأورام الحميدة ضغطت على مراكز معينة فيه أعصاب معينة أصارت عنده في حاجات يبدو أنها يعاني منها الآن وهو في مرحلة يعني الاستكشاف أولاً الأمر محتاج إيه عشان تأخذ في شأنها قرار وده يوري لك ما يكابده هذا الرجل من مشاق عشان يقوم بمسؤولياته رغمه يعني مش بس ظهره لا هي دي النقطة اللي ربنا طمنها عليه وطمنه هو له والأهل أولاً يعني إن تكون الأمور تحت السيطرة بإذن الله ويرجع منها يقدر يواصل أعطاءه للنادي الأهل محتاجه ألف ألف سلام يا كابتن ترجمة نانسي قنقر